قد يملك المتصارعون زمام أمرهم في أي نزاع يخوضونه لكن في حلبة التنافس السياسي في العراق تحسم الجولات بأوامر من الخارج ينفذها الوكلاء منصب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة عنوان الصراع الأبرز لخمسة أشهر فكل الفرقاء يتنازعون أحقية الفوز به لما له من سلطات جمة يطمح لها ساسة العراق الجدد وبحسب المحاصصة الطائفية السائدة يكون المنصب من حصة الأحزاب الشيعية التي تشضت مؤخرا بين التحالفات وإتلافات تتكتل وتنشطر بين ليلة وضحاها وعلى رأس هذه التحالفات فريقان يقود أحدهما بريت ماكورغ مبعوث الرئيس الأمريكي للعراق وعلى الآخر قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وبعد مخاض عسير وإقصاء أطراف وإرجاع أخرى وقع الاختيار على القيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء بحسب تحالف الإصلاح قيادي في التحالف قال إن القوى السياسية اتفقت بالإجماع على تولي عبد المهدي لرئاسة الحكومة وسيجري تكليفه بعد عملية انتخاب رئيس الجمهورية التي شهدت هي الأخرى سباقا محموما بين الحزبين الكرديين الرئيسيين على المنصب ولربما كانت بوادر حسمها من الخارج أيضا بعد لقاء المرشحين برهم صالح وفؤاد حسين بالسفير الإيراني ولعل الموقف الإيراني الحاضر بقوة في توزيع مناصب الحكومة الجديدة كان أوضح على لسان زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي الذي أعلن تأييده لترشيح عبد المهدي لرئاسة الحكومة وصالح لرئاسة الجمهورية يقول المراقبون إن الرجلين لن يكونان أوفر حظا بالمنصب دون كلمة فصل من سليماني وعلى الجبهة المقابلة يقف حيدر العبادي وكأنه الخاسر الأكبر وهو يشاهد الولاية الثانية تتسرب من يده فيخرج بيان لإتلاف الناصر يعتبر ما سماه الالتفاف على الكتلة الأكبر أمرا غير شرعي مؤكدا أن تشكيل أي كتلة جديدة أو اعتماد أي طريقة أخرى على حساب حسم الكتلة الأكبر أمر غير جائز دستوريا محذرا من التدخلات الإقليمية التي تثير المحاور المتصارعة وكأن ماك غورغ أو سليماني عراقي المنشأ والهوية يقول مراقبون